تسليم الإيرادات غير النفطية إلى خزينة الحكومة الاتحادية إجراء نفذته حكومة أقليم كردستان في إطار حل المشكلة المالية بين بغداد وأربيل بضمنها ملف رواتب موظفي الإقليم جاءت تسليم نصف الإيرادات حسب المادة 114 من دستور العراقي التي تكون إيرادات المنافذ الحدودية مشاركة نصفيا بين الإقليم وبغداد المحكمة الاتحادية استندت على المادة الدستورية وأصدرت هذا القرار ومن شهر شباط تم تنفيذ هذا القرار وهو التنفيذ لقرار المحكمة الاتحادية وأيضا يساعد بأن بغداد تلتزم بإرسال رواتب موظفي الإقليم كردستان حسب قائمة الوزارات التي تبعث من وزارة المالية للإقليم إلى وزارة المالية الاتحادية حكومة بغداد تتعامل بجدية في وضع الحلول للمشكلات التي كانت تشوب العلاقة بين بغداد وأربيل حلول وفق الأطر القانونية تدفع باتجاه معالجة ملفات النفط والمنافذ وتوطين رواتب موظفي الإقليم والمضي باتجاه تقديم الخدمات للمواطنين ندعم تسليم إرادات الإقليم إلى الحكومة الاتحادية كما ندعم تسليم إرادات النفط وملف النفط بالكامل للحكومة الاتحادية للتوصل للاتفاق ناجح ونهائي بين الحكومتين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لذلك ندعو حكومة الإقليم إلى التزام بما يقع على تخم قانون الموازنة لضمان استحقاقات ورواتب موظفي إقليم كردستان التوافقات السياسية ورغبة الحكومة الاتحادية تسهما في وضع حلول لأبرز ملفين عالقين منذ سنوات وهما النفط والرواتب وفيما يجري تسليم نصف واردات الإقليم غير النفطية إلى بغداد يواصل فريق المصرف العراقي للتجارة في الإقليم بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي إجراءة توطين الرواتب ميثم الجناحي العراقية الإخبارية بغداد